هو الشيخ الدكتور شاكر عطيض ويحي الساعدي ابتدأ مسيرته العلمية بدراسة أنظمة الحاسوب ثم تحول إلى دراسة الفقه والمعارف الإسلامية حاصل على شهادة الدكتوراه في الكلام الإسلامي من جامعة المصطفى العالمية وهو تدريسي على ملاك كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية درس علم الكلام في الإلهيات والنبوات وعلم الكلام المعاصر وأشرف على الكثير من البحوث والرسائل له مؤلفات تتجاوز العشرة مؤلفات منها مختارات من المفاهيم الكلامية في القرآن والسنة والأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية والمعادو بين القرآن والتوراة والإنجيل نشر العديد من البحوث في المجلات العلمية المحكمة والعالمية ولديه مشاركات علمية في كثير من المؤتمرات كان عضواً ورئيساً للعديد من اللجان العلمية والإدارية وله مشاركات اجتماعية كثيرة وسيلقي بحثه الموسوم الإرشادات التربوية في فكر الإمام الرضا عليه السلام وآثارها الاجتماعية فليتفضل مشكوراً شاياكم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأفضل الذكر وأتم التسليم على المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد أصحاب السماحة الأساتذة الأكارم السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب العلمية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله موضوع بحثنا طبعاً سأتكلم بنحو من الإجاز لانتداركنا وقت الصلاة فسوف أقتصر على بعض المقتطفات الموجزة عن موضوع بحثنا الذي عنونا تحت عنوان الإرشادات التربوية في فكر الإمام الرضا عليه السلام وآثارها الاجتماعية وهو بحث بالاشتراك مع طالب الدكتوراء المدرس المساعد منتظر حليم شرهان وهو من أساتذة جامعة ميسان واقعاً مسألة التربية والتنشئ هي مسألة لا تقفى على أحد منها إذ أنها القاعدة التي تستند عليها بقية الجوانب والأبعاد الحياتية وما يرتبط بحركة وتكامل الفرد ولهذا كانت منطلق للدعوات والبعتات الإلهية في تهذيب النفس وتدخيرها ومن خلال والاهتمام بها من خلال الإرشادات والتوجيهات التربوية الإلهية التي جاءت على لسان الأنبياء والمرسلين بما فيهم خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبو القاسمي محمد صلى الله عليه وآله إذ جعل الله سبحانه وتعالى من أهداف بعثته الشريفة تهذيب النفس وتطهيرها وهو ما ورد في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فنلاحظ من خلال النصوص والروايات وما ورد فيها من التأكيد على التنشئة الصحيحة والتربية السليمة أن التربية تتقدم عادة على التعليم كما في هذه الآية وقد ورد في الذكر الحكيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والسنة النبوية وبما فيها سنة الأئمة المعصومون سنة المعصومون عفوا عليهم السلام ليست بعيدة عن هذه الآيات والنصوص بل جاءت مقارنة بل هي القرآن الناطق كما عبر عنهم عذل القرآن ومن منطلق قول النبي صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلم تستثني هذه القاعدة العام والخطاب العام أحد من المسلمين بل من الأمة الإنسانية فكل إنسان مسؤول على رعيته والإمام أولى بهذه المسؤولية والقيام بهذه المهمة ولا سيما أنه مسؤول عن هداية الناس وهو امتداد حقيقي للرسالة النبوية فلذلك حاولنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضو من خلال ما جاء في بيان مسؤولية الإمام الرضا الدينية الشرعية الإلهية أزاء الأمة باعتبار أن هذه المسؤولية تعد اللبنة الأولى لبناء مجتمع سليم وهذا ما تؤكد عليه الشريعة الإسلامية وذلك من خلال ما ترك لنا الإمام الرضا عليه السلام من إرث فكري تربوي إرشادي يتضمن مجموعة من الإرشادات والوصايا العلاجية والوقائية لأجل انتشال الفرد والمجتمع من الانحطاط والانحراف الفكري والسلوكي ولكي ينير لهم الطريق بالتربية القرآنية الإسلامية الصالحة والتي من خلالها يرتق الإنسان سلم الكمال إلى أعلم براتب الكمال واتخذنا أو اعتمدنا على المنهج الاستقراء الوصف تارة والتحليل تارة أخرى في بيان هذه الإرشادات وما لها من عكاسات وآثار التربوية على المستوى الاجتماعي والتي عبرنا عنها بالآثار الاجتماعية وقد تناولنا البحث ضمن ثلاثة مطالب المطلب الأول كان في بيان المفاهيم العامة التي تضمنت بيان مفردات هذا الموضوع والمطلب الثاني تضمن بيان الإرشادات واخترنا من بين هذه الإرشادات خمس وأما المطلب الأخير فتضمن بيان الآثار المترتبة على هذه الإرشادات ومن بين هذه الإرشادات ما ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلام عليه في التأكيد على صدق الحديث إذ يعد الصدق علامة من علامات تكامل الفرد وسمة من سماته الإخلاقية التي لها دور عظيم في بناء شخصيته وتطوير ذاته بما ينعكس إيجابا على بناء مجتمع سام متطور متقدم يتناغم مع الركب الحضاري وهذا ما جاء التأكيد عليه من قبل الإمام الرضا صلوات الله وسلام عليه إذ أعطى لهذا الأمر أهمية كبرى ومنها أنا أختصر بناء على الاختصار لأنه الوقت يداهمنا في قوله عليه السلام عليكم بالصدق وإياكم والكذب فإنه لا يصلح إلا لأهله وهو بذلك يريد أن يؤكد على قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الإرشاد الثاني والأمر الثاني هو التأكيد على أداء الأمانة وأيضا مسألة الأمانة وأداء الأمانة هي من مقومات الفرد والمجتمع في آن واحد ولهذا عرف نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله قبل كل شيء بالصادق الأمين فهي منطلق أيضا لبناء الفرد والمجتمع وهذا ما تجلت لنا من خلال سلوكيات إمامنا الرضا صلى الله وسلامه عليه والغاية منها هي توثيق العلاقات والأواصر بين أبناء المجتمع بخلاف الخيانة التي تمثل نقطة الخلاف والإفتراق بين الناس وأنها من العادات السيئة والتي نهى الله سبحانه وتعالى وأمرنا بأداء الأمانة ثالثا التأكيد على أدب المجالسة وأيضا هذا حتى أنه ورد إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب فالكلام إذا لم يكن فيه منفعة ومصلحة للفرد أو للمجتمع فلا ينبغي التحدث به ولا سيما إذا كان يوجب الفرقة والاختلاف ولذا نهى النبي صلى الله الله عليه وآله عن كثير كما ورد أيضا في القرآن الكريم النهي عن الغيبة والنميمة وغير ذلك من الرذائل الأخلاقية الكثيرة التي نهى عنها والتي تتعلق بحديث وأيضا الأمر الرابع هو التأكيد على كتمان السر إذ يعد من المقاومات الاجتماعية بين أفراد المجتمع التي لها صلة في توثيق وتقوية الصلة بين أبناء المجتمع بما يحفظ معدم البوع في أسرار الناس طبعا الإمام عليه السلام نقلنا عنه هذا الحديث أي يقول فيه المذيع بالسيء مخذول والمستتر بالسيء مغفور له وفي حديث وفي حديث آخر تربوي قال عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبي وسنة من وليه فالسنة من ربك اتمان السر والأمر الخامس والإرشاد الخامس هو التأكيد على مدارات الناس إذ لم يستقم مجتمع من المجتمعات دون مدارات ومراعات مصالح الناس ورعايتهم وهذا ما أكد عليه أيضا الإمام الرضا واستنادا إلى بعض النصوص الأخرى أيضا دعمنا هذا الموضوع أما ما يرتبط بالآثار التربوية المترتبة على ذلك أولا تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية وثانيا توثيق العلاقات بين الفرد والمجتمع وبين الفرد والله سبحانه وتعالى من خلال العمل الصالح والأمر الثالث والأخير تنمية الوعي لدى الأمة بأهمية الإمامة ودورها في الحياة وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج منها أن من مقومات بناء الفرد والمجتمع أن يكون لديه من يرشده إلى طريق الهدى والصلاح من المهديين بما يرتبط بصالح دينه ودنياه ثانيا إن من الإرشادات التربوية إذا ما قام بها الإمام المعصوم أو الرجل الصالح بإيمانه وسلوكه أعطت ثمارها وأدت فوائدها فمن طلب الهدى والاستقامة في الفكر والسلوك عليه أن يأخذ عن المعصوم عليه السلام ثالثا أن ما أرشد إليه الإمام الرضا عليه السلام من إرشادات تربوية كان مصدرها ومنهجها هو القرآن الكريم لأنه هو القرآن الناطق للقرآن الصامت أما بالنسبة للتوصيات سأترك بعض نقطتين وأنتقل إلى التوصيات أولا الاستفادة مما جاء عن الإمام الرضا في مجال التربية سواء كان على المستوى الفكر النظري أو على المستوى السلوك العمل التطبيقي لحاجة الفرد والمجتمع إلى ذلك ثانيا الاستفادة من مجموع ما ورد عن الأئمة صلوات الله وسلام وبالأخص ما جاء عن الإمام الرضا في إعداد منهج تربوي بأسلوب عصري ومن ثم القيام بتدريسه في المؤسسات التربوية والتعليمية والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الديني ثالثا الحث على دراسة التراث العلوي للأئمة من آل البيت لأنه تراث غني بالعلوم والمعارف والمعطيات التربوية والقيمية والحقوقية بما يسهم في سد النقص وثغرات التربوية والأخلاقية في مجتمعنا المعاصر على المستوى النظري والعملي باعتبار ينسجم مع زمكانية الفرد والمجتمع على مر العصور بهذا واستميحكم العذر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لجناب الشيخ الدكتور شاكر عطية على ما قدم لدينا يعني دقيقتان فقط فإذا كانت هناك مداخلات نختصر هذه المداخلات بمداخلتين إذا كانت هناك ثمة مداخلة جناب الشيخ شكرا لسماعة الشيخ الفاضل هل تقصدون بالإرشادات التربوية المعنى الإصطلاحي فإن المجال التربوي يختلف تماما عن المجال الأخلاقي في حين تضمن بحثكم أمور النصائح أخلاقية أو تقصدون المعنى الأعم الشامل التسامحي وليس المعنى التخصصي فإن التربية باب آخر ولها أصولها ولها ضوابطها الخاصة بها شكرا لكم الله يبارك بكم طبعا نحن نقصد المعنى الأعم واللي يتضمن مجموعة أنا أحببت أن أعرف عن الإرشاد التربوي باعتبار من خلال بيان مفهوم الإرشاد والفكر والتربية وحتى ننتهي إلى نتيجة وكانت نتيجة ما توصلنا إليه من تعريفنا إلى هذا الإرشاد الذي يكون هو في الواقع معنى عام وعملية تقتضي مساعدة يعني ما يقتضي مساعدة الفرد على التبصر بمشكلاته التربوية من خلال معرفة ذاته وقدراته للتوصل إلى الحل الملائم لما ينسجم بما يسمى رسم أهدافه المستقبلية والتي تساعد على تكامل ذاته أو بعبارة أخرى هو العملية عملية رسم الخطط التربوية العامة التي تتلائم وقدراته وميولاته وأهدافه بما يحقق له التوافق التربوي ويعد الإرشاد من المقتضيات التربوية فالمعنى العام شيخنا العزيز وحتى الفكر هو وأن اصطلحنا عليه فكر الإمام وإنما هو مشروع رسالي ذو أبعاد أخذنا هذا البعد الخاص من هذه الأبعاد العامة شكرا جميل مداخلة أخيرة إذا كانت هناك مداخلة آخر مداخلة بسم الله الرحمن الرحيم أشكر للأستاذ الباحث على هذا الباحث الجيد خصوصا نشر المفهوم إرشاد التربوي بين المجتمع نحن بحاجة للتربوية في مجتمعنا خصوصا في مجال التربية وأيضا التعليم هو جزء أيضا من التربية والله سبحانه وتعالى يعني لما بعث رسوله يقول يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة الحكمة هي نوع من خلن نقول التربية لأن لقمال الحكيم كيف عرفنا حكيم لأنه كان يربي ابنه فالحكمة هي التربية فشكرا جزيلا لهذا البحث الجيد وخصوصا في مجال خلن نقول الرشاد التربوي في هذا المكان محتاجين إلى تربية جيننا جيننا متعطش إلى التربية وإلى الوحدة وشكرا شكرا جزيلا لجميع الأخوة الباحثين الذين اعتلوا المنصة في هذه الجلسة الصباحية وشكرا للأخوة الحضور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر